بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حقيقة من المقولة أو المقولات التي تأثرت بها كثيرة لكن أختصر منها مقولة التي جعلتها في حياتي أو جعلت تلك المقولة دستوراً في حياتي قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال إني لأمقت الرجل الذي ليس له عمل لا في الدنيا ولا في الآخرة أي أمقت الرجل الفارغ أي إني لأمقت الرجل الفارغ الذي ليس له عمل لا في الدنيا ولا في الآخرة هنا يرشدنا بن مسعود رضي الله تعالى عنه وحقيقة جعلت هذه المقولة لنفسي أني لا أجعل من حياتي يوماً ليس لي عمل سواء كان في دنيا أو في آخرة ومن هذا المنطلق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً قال نعمتان موضون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ فإنا بحاجة إلى أن نكون جميعاً في حياتنا أصحاب همة وأصحاب عمل لأجل أن يكون ذلك الأمر في مشروع حياتنا نحن أيها الأحباب لا ينبغي أن نكون عالة على بيوتنا عالة على أسرنا عالة على مجتمعاتنا على أنفسنا لأننا بطبيعة الحال أن الإنسان إذا أصبح من غير عمل لا عمل أخروي يبلغه منازل الآخرة أو دنياوي يقتات من عنده ذلك العمل قال بذلك ستتهجم أو يكون ذلك الأمر عليه بسبب فراغه هموم وغموم ويكون حقيقة ذو هم وتأخذه الأفكار وتأخذه الوساويس حتى أن قول سيدنا عمر قال من لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل نحن بحاجة وهذا دستور أجعله لنفسي أولا واجعله لمن يشاهد الآن من بناتنا من شبابنا من الأسر كل إنسان مسلم يعرف قدر الحياة ويعرف معنى الحياة ألا يكون يوما من غير عمل لأن الجنة كما يقول الحسن البصري من طلب الجنة من غير عمل أو بغير عمل فذلك هو الذنب بهذا ينبغي أن نعرف جميعا أيها الأحباب إن وقت الفراغ لا يأتي بخير وإن العمل هو بداية الطريق ونحن قد خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة لأجل أن نعمل لأجل أن نكون أهل استثمار نعمر هذه الحياة نعمر هذه الدنيا بطاعة الله عز وجل فلنبتعد كل البعد عن مواطن التي حقيقة فيها كسل فيها خمول فيها فراغ فأنا أدعو مرة أخرى الشباب والرجال والنساء أن يكونوا ذو عمل يبلغهم منازل الآخرة اختل نفسك عملا يبلغك منزلة عالية عند الله في الدنيا تقتات منها في الآخرة تنان منها الجنة هذا والله تعالى جل وعلم والسلام عليكم